موسيقى البداية من موقع اليمن اليوم ارتفاع ضحايا الحقنة الكيميائية المنتهية لمرضى السرطان بصنعاء الى ثمان عشرة حالة وفاة في وكالة خبر الصحة العالمية ثمانية ملايين يمني يعانون من ازمات نفسية في المنتصف عصابة الحوثي تقصف قرية في مأرب صاروخ كتيوشا في عدن الغد في ظل غياب وزارة الصحة الموت يخطف ارواح المرضى من المشافي الحكومية بعدا محافظ الجوف الجديد يدعو ابناءها لتوحيد صفوفهم الشرق الاوسط الهدنة اليمنية تواصل تماسكها النسبي رغم رفض الحوثيين تمديدها في الحدث الاخباري ترك رسالة مؤثرة ربط عنقه وألقى بنفسه من النافذة بسبب حوثي امرأة اليمنية تلد اربعة توائم للمرة الثانية بعد ولادتها ثلاثة توائم قبل سبع سنوات واخيرا من العين الاخباري اليمن عن تهديدات الحوثي لمنشآت النفط يضر امدادات الطاقة الدولية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر شكرا